التعرف على الميتا ديتا الميتا ديتا هو المكان الذي يعطي أو يوجد به ملخص لأهم المعلومات عن الشيب فايل أو أي ملف آخر نقوم باختيار الملف الذي نريد أن نتصفح الميتا ديتا له وليكون الملف ستريت ننقر على الأمر متا ديتا ونلاحظ أن هناك ثلاث خيارات Description, Special, Attributes بالنسبة للخيارين Special و Attributes تنشأ أوتوماتيكيا من قبل البرنامج وبالتالي لا نستطيع التعديل على هذين الخيارين بالنسبة للخيار Special يتم به عرض جميع المعلومات الخاصة بنظام الإحداثيات الخريطة أو الشيب فايل وبالنسبة للخيار Attributes يتم به عرض جميع المعلومات الخاصة ببيانات وجداول الخريطة مثل مسميات الفيلد وأنواعها وبالنسبة للخيار Descriptions فهذا هو الخيار الوحيد الذي نستطيع أن نتحكم ونغير فيه كما نشاء نستطيع أن نوضح فيه أهمية المشروع وملخص المشروع والأشخاص الذين أنجزوا هذا المشروع وتاريخ الانتهاء من المشروع إلى آخره نستطيع إضافة ما نشاء من المعلومات أو التعديل على بعض المعلومات عن طريق النقر على الأمر Edit Metadata ونقوم بتغيير وإضافة ما نشاء على سبيل المثال سنغير هنا ننقر على الأمر Save نلاحظ التغيير الآن ترجمة نانسي قنقر